حكاية اخرى في حكاية بتاعت مارسي كولر ده في النادي الاهلي بقى مارسي كولر عمل جلسة مع لعيب النادي الاهلي الدوليين النهاردة وحفزهم وقال لهم تخطوا اللي حصل في كاس الامر الافريقية وتعامل معهم نفسيا بشكل جيد مصادر في النادي الاهلي قلت لنا في تصريحات خاصة للقم 10 ان دكتور احمد ابو الوفا طبيب النادي الاهلي النفسي كان له دور كبير جدا في تجهيز لعيب النادي الاهلي بعد انتظامهم في التدريبات الجماعية عشان الفريق بيحضر ليه الصفر الى الجزائل مواجهة شبابه لزيدات في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري ابطال افراقيا زكاء في النادي الاهلي والتعامل علمي في النادي الاهلي دلوقتي مارسي كولر اصلا المدرب بيتعامل نفسيا مع العميم بشكل كويس والنادي الاهلي كمان عنده طبيب نفسي والدكتور احمد ابو الوفا وبالتأكيد لعيب النادي الاهلي الدوليين متأثرين زينا كلنا بخروج مصر من كأس الهم الافريقية من دور الستاشر فلابد من التعامل النفسي معهم في هذه المرحلة طيب كمان مارسي كولر حصل على تقرير طبي بيأكد جهزية ريدا سليم لعب الفريق طبيا لتواجد في المباريات في الفترة القادمة تحديدا في مباراة شباب بروزداد يوم 16 فبراير الجاري واللعب المغربي هيخضع عليه مزيد من الاختبارات في الايام اللي جاي عشان يتحدد موقفه النهائي بشأن السفر الى الجزائر ومصدر في النادي الاهلي قالنا في رقم 10 ان الجهاز الاداري عمل لريدا سليم تأشيرة الجزائر او تحسبا لاندمامه لقائمة الفريق المسافرة الى مواجهة شباب بروزداد طيب تعافين محمد الشنوي عنده اصابة في الكتف وهيعمل عملية في الكتف بس محمد الشنوي اثناء العملية اللى هيعملها في الكتف هيعمل كمان عملية في عينيه هيستغل ان هو غايب اربع شهور عن الملاعب بسبب الجواح اللى هيعملها في الكتف وهيعمل عملية finalmente العين طبيب العيون طلب من الشناوي انه يجري عملية في عينه وكان بيأجلها محمد الشناوي اكتر من مرة بسبب ارتبطاته مع النادي الاهلي او منتخب مصر والعملية محتاجة راحة سلبية لفترة طويلة الفترة دي هو خذ دلوقتي الشناوي بعد ما عمل اجراحة الكتف وبالتالي يقدر يعمل العملية دي دلوقتي ويستغل فترة الغياب ديت انه خلص كل الامور اللي عنده ربنا يشفيه يا رب ويعفيه احسن حارس في مصر دائما وابدا